لم يعد لبعدهم مسافة تذكر مع أوروبا عناصر قوات فاغنر الروسية إنهم هنا على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا يقتربون أكثر، يشحضون أسلحتهم ويطلقون المسيرات في كل اتشاه ليسوا في نزهة، إنها تدريبات عسكرية مع القوات المسلحة البيلاروسية يؤكد بيان وزارة الدفاع ساحة بريستسكي ستجتمع فيها وحدات من قوات العمليات الخاصة البيلاروسية ومجموعة من عناصر فاغنر الروسية انتهت مدة الاستضافة لفاغنر وبدأ الشغب لدول الجوار وفق المراقبين إنها تساعد في تدريب الجيش البيلاروسي بعد أن حلت بالبلاد مدعوة من زحفها على موسكو قبل شهر بذلك يغلف الرئيس البيلاروسي التدريبات المقلقة على حدود بلاده مع الجوار الأوروبي مصوبة بنادقهم ليست بعيدة نجمة حلف شمال الأطلسي أحد أضلاعها قريب هنا فبين بيلاروسيا وبولندا ما يقارب من 500 كيلومتر ستتوجس وارسو من كل شبر فيها طالما استقرت قوات فاغنر في مينسك وطالما امتد ذلك التدريب سيكون أطول أسبوع على كاهل حدودها تستشعر بولندا الخطر يعتبر وزير دفاعها وجود قوات فاغنر على الحدود تهديدا مباشرا لبلاده وفي وجود بلاده في قلب نجمة الحلف العسكري الأوروبي فإن فاغنر وفق مقدرين باتت تهديدا لكل النيتو